موسيقى رجعنا وأهلا وسهلا فيكم مرة جديدة بدنيا بدنيا ورجعنا للسؤال التفاعلي ورجعنا لحتى نحكي عن كيف ممكن نوفر بيها آمنة لأطفالنا داخل المنزل ومن خلال سؤالنا التفاعلي حابين كمان أكيد ناخد رأيكم ونشارككم معنا كيف تفكروا ممكن تكونوا تحققوا هذه المعادلة وتحققوا هذه البيئة اللي تحتضن الأطفال ويحسوا بالأمان وأكيد حتى نحكي أكتر معنا أستاذة نور زيادة صباح الخير وأهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك نور أهلا نسري دعنا نحكي عن الأمان أدي مهم للطفل تمام أول شي صباح الخير للكم ولكل المتابعين الآن الأمان بمفهومه الشامل خلينا نقول هو الاستقرار العاطفي الاستقرار العاطفي بتم تنميته أو إيجاده من خلال إشباع الحاجات المختلفة إشباع الحاجات المختلفة للطفل بتساعده على مواجهة أو الانسجام أو التأقلم مع الظروف المحيطة هلأ مصدر الأمان الأول في المراحل العمرية الأولى بالذات للطفل هو اللي هي الأسرة المكونة من أب وأم وليس أي أب وليس أي أم أباء أو أب وأم متحبين متعاونين متعاطفين في مودة في رحمة في ألفة بينهم هلأ البيئة بشكل عام هي الظروف أو المواقف اللي بتعرض لإلها الطفل في حياته اليومية نعم وهذه الظروف والمواقف اللي بتعرض لإلها بتعزز أو بتنشط القدرات الذهنية والمهارات الاجتماعية هلأ هدول العنصرين الأساسيين القدرات الذهنية والمهارات الاجتماعية بتساعد الطفل على إيجاد أو خلق عنده إنتاج ابتكاري وإبداعي مميز يعني الطفل بيكون مستقر عاطفيا ونفسيا واجتماعيا بيكون قادر على الإبتكار والإبداع بطريقة مميزة أكتر حتى لو كانت أبسط الإمكانيات عشان إحنا نكون محددين أكتر يعني الإمكانيات العالية ما بتخلق إبداع وإبتكار لكن قد بأبسط الإمكانيات ينوجد عندنا ابتكار وإبداع ممتاز الأهل هم المصدر الرئيسي للأمان مظبوط تمام كيف زي ما أنت هلأ تفضلتي كيف إحنا لو ما كان عندنا أو منحس كأهل أنه إحنا ما عندنا الإمكانيات المادية ولكن عندنا الوقت ما عندنا المدارس أفضل مدارس موجودة في المكان اللي إحنا موجودين فيه ولكن إحنا عم نحاول نروح لأحسن خيار موجود بين إيدينا هل هذا أيضا سوف يحقق الاستقرار العاطفي اللي محتاجه الولد؟ تمام الأساس في الاستقرار العاطفي اللي هي الأمور المعنوية وليست المادية لأنه يعني حكينا قبل ورح نظلنا نحكي ونوعي الأهل أنه الأمور المادية وتغطية الاحتياجات المادية هي ليست ولن تحقق الأمان عند الطفل نحنا عم نحكي عن أمان عاطفي ونفسي واجتماعي هذه الأمور ما بتتحقق بالأمور المادية يعني في بعض الآباء والأمهات بفكروا أنه أنا إذا بلبس ابني أحسن إشي وبعطي أو بوفر لأمور مادية أنا معناته عم بحقق أمان عم بربي عم بنشئ طفلي بأحسن طريقة الموضوع مش بهذه الطريقة لأنه الأمور المعنوية كتير أهم من الأمور المادية وكأب وأم بما أنهم هم العامل الأساسي اللي الطفل بيشوفهم في بداية أو المراحل العمرية الأساسية الأولى يجب أن يكونهم من نماذج إيجابية فإذا كان الأب والأم نماذج إيجابية معناته الطفل بيتأثر فيهم وبيأثر هؤلاء النماذج أو هاي النماذج في حياتهم طبعا اللي هي وفي نمومه وفي شخصيته طب هلأ خلينا نحكي مرات نور مش المشكلة بتكون هي الخلافات أو المشاحنات بين الزوجين أو الانفصال أو الطلاق سبب مرات بيكون الاحترام والمودة والمحبة والتعاطف كله موجود بس مثلا القدر إنه فقدان أحد الوالدين هذا بيشعر الطفل بإنه مفيش أمان راح الأمان صح أو مثلا زي قبل شوي كانت معنا بيان اقتشاط وكانت بتقول بتقول ابني لما إجا سألني عرف إنها مريدة سرطان قالها أنت رح تموتي مثلا هون حسي شوي برضو زعزع الأمان عنده بهاي الحالات كيف نقدر نتعامل مع أطفال عشان هيك نحنا بنحكي قديش نحنا لازم نشتغل على أطفالنا من هم الصغار على تنشئتهم أو يعني تنمية الاستقرار العاطفي لأنه أنا بساعده لما بأوي ابني وبعزز الأشياء الإيجابية عنده والإبداع والابتكار وشخصيته بتكون قوية ونموه وسلوكه كلها بتكون على المسار الصحيح بيساعده حتى ينسجم ويوقف بأي ظروف بيتعرض لإلها فأنا لما بعزز بابني الثقة بالنفس من خلال يعني كل ما كان الطفل خلينا نقول بيئته النفسية تقوم على الحب والتقدير والقبول معناته أنا لما بيحب بيحب نفسه وبيحب الآخرين وبيعبر عن حبه للآخرين قبوله هو بيكون يعني هي أكسبس همثال بتقبل نفسه وبتقبل أي ظرف ممكن هو يواشه في حياته وآخر شيء التقدير بيقدر نفسه اللي حكنا في الحلقة الماضية اللي هي سلف استيم تقديره لنفسه بيكون عالي نعم بلس أنه بيقدر أي شيء وأي فعل بيناعمل إله وكل هذه الثلاث نقاط بتصب في ثقته بنفسه فبتكون ثقته بنفسه أعلى وأكبر تمام على أرض الواقع اليوم أمهات وأبهات كثير عم بتابعونا وبتمنى أن يكون عم بتابعونا أبهات لأنه زي ما كنا عم نحكي مبارح أنه عم نحس كمان أنه الوالد مش عم بيكون موجود بتفاصيل كثير من حياة طفله ومش عارفين إذا هذا خياره ولا خيار المجتمع ولا الدنيا تغيرت ولكن لكل هدول المتابعين كيف نعطي أولادنا كواليتي تايم أو يعني وقت ثمين ونوعي نقضيه معاهم تمام هلا أنا ما عندي شك أنه كل أم وأب بيسعوا جاهدين لتوفير كافة متطلبات أولادهم وهذا يمكن تكون اللي هي العثرة في طريقهم أنه يعطوا وقت أكتر لما بتيجي بتحكي لأي أب وأم بيقول لك أنا أنا بشتغل عشان أعمال بشتغل عشان أوفر لهم ونحن ما عندنا شك ومشكورة جهودكم وأهم شيء كمان ولادكم يقدروا هذا الاشي اللي انتو بتعملوه بس نحن اللي دائما نطلب من الأهالي وهي يعني هذه النقطة اللي بنحكي فيها مشاركة أولادنا اهتماماتهم أعد معهم ألعب معهم أكل معهم أطلع معهم لكواليتي تايم كتير مهم نوعية الوقت فحكينا مباري حلم ياكي مش مهم قديش أنا بععد مع ابني وقت بس كتير أهم نوعية الوقت اللي بعده يعني في أمهات بتقول أنا بععد مع ابني أنا طول الوقت مع ابني بس أنت فعليا بما بتكوني مع ابنك بالمقابل في أمهات عاملات وتشتغل وقايمة بيواجبات كتير في البيت وبحييها وبشكرها على جهودها ومع ذلك لما بتععد هالساعة مع ابنها ما بتتخيل قديش بيكون اللي هي تأثير على ابنها على المدى البعيد كتير أهم من الأم اللي بتععد ستة وسبع ساعات لأنه الأم هادي اللي بتععد ساعة هي عم تعطي نوعية وقت كل السنس حواهزها بيكونوا مع ابنها بس الأم اللي بتععد ستة وسبع ساعات ممكن تكون عم تطبخ عم بيزيارة على الموبايل بيغض النظر والأب والأب نفس الشي لازم يعطي وقت لأولاده يعني لو لو كل يوم نصع ما أظن ما فيه اب عنده نصع على أولاده يعود يحكي معهم يعود يلعب معهم يشاركهم اهتماماتهم وهذه النقطة لهي مشاركة الاهتمامات ونعطي لأولادنا وقت هي من ضمن النقاط اللي نحنا من خلالها منخلق جوءة من نفسي واجتماعي لأطفالنا طيب عفوا نور السؤال هذا احنا طرحناه على صفحتنا على فيسبوك وفي بعض التعليقات كانت عليه مثلا سوهر الشخشير بتقول أكيد إذا وجد الحب بين أفراد الأسرة هذا بيعطي شعور بالراحة والأمان والاستقرار النفسي وكمان إظهار الاهتمام مع أفراد الأسرة بيعطي لأولاد دافع لتحقيق أهدافهم وبتركز عن نقطتين مهمات بالتعامل الصراحة والصدق بين أفراد الأسرة أكيد هذا طبعا هاي أساسيات وزي ما قلنا الأب والأم لما يكونوا نماذج إيجابية بشكل عام بصدقهم باحترامهم بمحبتهم بعطاءهم بكل إشيء الأطفال رح يكتسبوا منهم لأنه هم العامل الأساسي والمحوري والأهم في بداية حياتهم للأطفال فهم عم بيشوفوا هذا النموذج فلازم يكون النموذج إيجابي وصحيح حتى يقتبسوا منه تمام وإحنا كمان في تعليقات عنا هون يعني حكت تمارة الفهد ربما بإيش كتير مهم قالت الخضوع لدورات ثقافية لحتى لأنه مش كل العائلات ربما عندهم القدرة لمعرفة كيف ممكن يوفروا هذه البيئة الآمنة وخاصة أنا بعتقد بزدات للعائلات اللي بصير فيها الفقدان فقدان أحد الأبوين أو المرض أو الانفصال أو الطلاق أو حتى لما يصير فيه خلافات عائلية بعتقد أنه يجب أن يكون هناك استشارة من الأشخاص ذوي الإختصاص أكيد أكيد ويعني في أمهات بتقوم بدور الأب في وقتنا الحالي حتى نكون إحنا واقعين ومنطقيين نعم في كتير سنجل مام بالضبط بيقوموا بدور أب وأم ويكونوا قادرين على اللي هي القيام بهذه الأدوار وأوقات بيكون الأب موجود والأم موجودة والأب ما عم بيقوم بدوره كأب وهو موجود مونة الصباغ بتحكي نفس النقطة اللي كنت بتحكي فيها قبل شوي نور إنه الأبناء حتما بيطلعوا زي الأهل بكل شيء منهم صغار بيشوفوا أهليهم إيش بيعملوا فبيكبروا على نهج الأهل إذا كانوا سلبيين فرح يطلعوا سلبيين وإذا كانوا إيجابيين رح يكونوا ناس وإذا بيكون تقديرهم لذاتهم عالي الأب والأم رح ينشأوا الأطفال نفس الشيء فهلأ بدنا نحكي بيصير عن النصائح اللي هي حتنا آه طبعا أكيد طبعا بدنا نحكي عن النصائح وكمان هون فيه شغلة بس هيفا ومونة عم بقولوا إنه وضع العائلة واستقرارها إذا كانت مرتاحة ماديا فإحنا بس نأكد على فكرة أنه مش الارتياح المادي هو المهم أكيد أكيد هي وسيلة بس هي مش يعني في كتير عائلات بس عشان كونوا واقعيين يعني هلأ إذا كان الأسرة مرتاحة ماديا هذا بيعطي برضو جزء من الأمان للأطفال في تلبية بعض الاحتياجات أو الأساسيات بس ما يكون على حساب الأمور اللي هي النفسية والاجتماعية والعاطفية اللي هي اللي بيقدمها الأب والأم النصائح النصائح لأن الأسرة هي أساسها أب وأم ما من نكون إحنا نفصل الأم لحال أو الأب لحال مشاركة الإهتمامات مشاركتهم إهتماماتهم عندنا الحب الغير مشروط حب الغير مشروط أعبر عن حبي لابني بغض النظر عن آداؤه وسلوكه يعني ما أربط إنه أنت رديت علي معناته أنا بحبك إذا ما رديت علي ما أحبك حب غير مشروط بالضبط هاي نقطة مهمة كتير أبعدهم عن اللي هي مناطق الصراع الأسري هلأ لما يكون فيه إشكاليات بسيطة وكل أسرة وكل بيت بيصير فيه سوء تفاهم بيصير فيه إخناقات مشاكل بسيطة بدنا نكون وعين كأب وأم لهذه النقطة إنه الصراعات الأسرية والمشاكل داخل الأسرة ممكن تنحل بين الأب والأم بفترة بسيطة اللي بتصير قدام الطفل لكن الطفل ما رح ينسى ما رح ينسى إيش اللي مرأ عليه رح يتخذر في عقله الباطن التشجيع التحفيز كتير مهم أخلي أترك لهم مساحة للتعبير عن أنفسهم وعن مشاعرهم مساعدتهم في إيجاد حلول وخليهم يفكروا ويتشاركوا معنا في الحوار والحديث عن أي شيء هم بدور جواتهم وبدهميني شكرا جزيلا إليك أهلا وسهلا فيك شكرا شكرا